أسبوع مضى على رحيل سيدة بريطانيا الحديدية مارغريت تاتشر ولا يزال الشارع البريطاني في حالة انقسام حيال الحدث ما بين حزين لرحيلها أو منهمك بالتحضير والإعداد للجنازة الرسمية التي ستقام لها يوم الأربعاء المقبل أو مبتهج خرج ليعبر علنا عن فرحه لا بل شماتته بموتها هنا في ميدان الطرف الأغر وسط العاصمة البريطانية لندن لم يكن للموت من حرمة تحترم حيث احتشد المئات ممن يقولون أنهم تأذوا بسياسات السيدة الحديدية خلال فترة حكمها منهم من ارتذا قميصا يحمل اسم أغنية دينغ دونغ ماتت الساحرة ومنهم من رفع صحيفة تصدر صفحتها الأولى عنوان يقول الآن دعونا ندفن إيرثا تاتشر وآخر راح يعبر عن فرحته بوفاة الليدي تاتشر نحن هنا لنظهر أنه ليس كل من في هذه البلاد أو في سكوتلندا أو في ويلز أو في آيرلندا يؤدي هذه المرأة على وجه الخصوص فقد نثلت كل شيء شرير ورجعي في التاريخ البريطاني عندما يردد الناس قوالا مثل قول لقد أنقذت البلاد فقد أنقذت البلاد من أجل أناس على شاكلتها لم تنقذها إكراما لأناس مثل أولئك الذين يعيشون في منطقة حكمي أو أي منطقة تعيش فيها الطبقة العاملة احتفالات واحتجاجات لم ترق لآخرين من مؤيدي سيدة الحديدية أو لأولئك الذين يرفضون أصلا الفرح أو الشماتة بالموت شخصيا أعتقد أنها عملت ما عملته من أجل بلادنا سواء أكان ذلك صحيحا أم خطأ لقد ساعدت البعض ومن الواضح أنها أثرت على حياة البعض الآخر ولذلك فلندع روحها الآن ترقد بسلام إلا أن الاحتفال برحيل تاتشر لا يبدو أنه قد ترك أثرا واضحا على وجه ابنتها كارول التي خرجت لتشكر كل من واساها لفقد والدتها قالت لي أمي مرة كارول أعتقد أن مكاني في التاريخ مضمون فالإشادات الرائعة والكلمات الجميلة للرئيس الأمريكي باراك أوباما ولآخرين من زملائها الذين عملوا معها تثبت أنها كانت محقة أما الحكومة البريطانية فقد قررت إقامة جنازة رسمية لرئيسة الوزراء الراحلة الجنازة ستنطلق في موكب رسميا من مقر مجلس العموم في قصر وستمينستر حيث سينقل الجثمان على متن عربة مدفع إلى كاتدرائية القديس بولوس وسط العاصمة لندن في استعراض عسكري كامل ورحلت تاتشر وبعد أيام ستقام لها جنازة وستحرق جثتها إلا أن الانقسام الذي خلفته في الرأي العام البريطاني يبدو أنه لن يرحل بل سيظل يشغل البريطانيين إلى حين ضاحي حسن بي بي سي